انتشرت حملة يوم بدون سيارات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك في الأيام الأخيرة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب واختارت الحملة يوم 19 يونيو كمناسبة لوقف استعمال السيارات في المدن الكبرى بالمغرب وركنها في البيت مع الإبقاء على استعمال الدراجة الهوائية وحافلة النقل من أجل التنقل داخل المدينة وتهدف الحملة إلى دفع إلى مراجعة أسعار المحروقات وتخفضها اقتداء ببعض دول العالم حيث وصل سعر اللتر الواحد من البنزين 18 درهم بينما بلغ سعر القزوال حوالي 16 درهم للتر الواحد وكانت الحكومة قد أطلقت عملية دعم أرباب النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الدرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات حيث سبق للمهنيين أن يستفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات خلال سنة 2022 وتتشبت الحكومة برفض قرار دعم أسعار المحروقات إذ عزت ذلك إلى عدم توفر الميزاني الكافية لدعم هذا القطاع إضافة إلى عدم وضوح الرؤية حول المنحة التي تتخذه أسعار المحروقات وأمام هذه الزيادة المتوقعة دعت ثلاث نقابات عمالية إلى خوض إضراب عام يوم 22 يونيو الجاري احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وذلك بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والأؤسسات العمومية والجماعات المحلية فضلا عن قطاع النقل واللوجستيك ويتعلق الأمر بكل من المنظمة الديمقراطية للشغل بالإضافة إلى الكونفيدرالي العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية بالمقابل تطالب هذه النقابات بالزيادة في الأجور